السلام عليكم. اليوم سوف نتحدث عن لكتر ناين. المحاضرة التاسعة كومبينيشنال لوجيك ديزاين. من قبل دكتورة دينا عدنان الصفرة. أبجكتف او الهتاف من هاي المحاضرة اول ديزاين بروسيجر فونديمينتال سيركيس. ديزاين بروسيجر. نستخدم اللوجيك سيركيس في ديزاين وفي تصميم دوائر منطقية. ولكن نستخدم البروسيجر لهذه الدوائر منطقية هي اولا سبيسيكيشن فورموليشن تحديد المشكلة الشنو. مثلا بالخطين العملية في مام بروسيجر. تحديد المشكلة الشنو. مثلا الروسيجرfs فظمو الروسيجر. عندي مشكلة معينة اريد احلها. مثلا ببثلا بخطن مصرش إلى مpanشات تيكست أو HDL ديسكريبشن هاردوير ديسكريبشن لانجوج وذي سمبل فور انبوط يعني أحدد المشكلة من أكتبها بشكل تيكست أو HDL أو أي شيء أكتبها بطريقة معينة أنا أحدد المشكلة شنو أنا أود أحلها من لوجيك سيركت فورموليشن درايف التروث تيبل أو إنيش بوليون إكسبرشن يعني الفورموليشن رح أبدأ أفصلها فأكتب لها يا أما تروث أو أحلها أكتب لها بوليون إكسبرشن يعني معادلة بالبوليون في بداية that defined the required relationship between the input and outputs تبين اللي بين الـ input وبين الـ output جقد عندي variables جقد عندي output optimization يعني التحسين شنو أحسنها أي available method to minimize the logic algebraic manipulation أقللها بالالجبري came up method ما أخلي دائرة كبيرة لازم أقللها وسوي لها minimize أو computer-based program then we can use two-level optimization or multiple-level optimization to get less cost طبعا همشي عدنا إحنا الكوست by using NAND or NAND gate technologies technology mapping implementation transfer the logic diagram to new logic diagram with available implementation verification verification verify the correctness to final design يعني رح نخلي المدية إلى final design fundamental circuit رح نصمم في هذه المحاضرة والمحاضرات القادمة إن شاء الله رح نصمم عدة دوائر logic منضمنها code converter adders multiplexer decoder and encoder and comparison and so on فأول داعة رح نصممها هي code converters نترسليت information from one binary code to another يعني رح نحول عملية التحويلات هسا لأخذناها بالمحاضرة الأولى والثانية نحنحول نسوي logic سيكت يحول بي سي دي إلى اسكس ثري كونفيرتر وبي سي دي تو سيجمين code converters and بي سي دي دي كود converters طبعا هاي كلها احنا اخذناها نحولها يدوي بس هسا رح نسوي لها logic circuit نقدر نصممها تصميم على مودة يحول من البي سي دي إلى الأنواع الثلاثة القادمة فأني ادخل الكود هنا عندي مثلا اصمم على شكل بلوك اخذ ادخل الكود بي سي دي رح يطلع لي عنه SI X-03 converter او seven segment أو grey code combination circuit فأول مثال الي هو يحول لي PCD to SX3 Code Converter Specification The SX3 Code for the Decimal Digit Is a Binary Combination Corresponding to the Decimal Digit Plus 3 أخذنا نحن بالمحاضرة الثانية الأولى والثانية أن SX3 هو نفس الBinary Code لكن زائد 3 وقلنا إذا نبدأ من الزيرو فهو SX يبدأ من رقم 3 Formulation الBCD أيضا من الزيرو إلى الناين الBCD من الزيرو إلى الناين حسن ما أهلنا في محاضرة الأولى The SX3 Code is easily obtained from BCD Code by adding binary 0,0,1,1 اللي هو رقم 3 to it The truth table relating to the input and output values in the formula ما قلنا بالمحاضرة الأولى بعدين رقم 10 بداعش و 12 إلى الـ 16 لأنني عندي 4 ديجيتز 4 ديجيتز 4 ديجيتز حسن أنا رح أنحله بطريقة من كارنوف ماب أو أو البوليون الجبرة فعندي هذا البلوك اللي هو هذه الدائرة أدخل ABCD اللي هو مالة الBCD Code رح يطلع لي WXYZ WXYZ يعني يطلع لي لازم كل كولوم أنا أسوي له دائرة logic 1 أنا بدي تطلع لي العدد اللي أنا أريده كل كولوم بالتروت تيبل رح يطلع لي لازم أسوي له logic circuit 1 أنا بدي تطلع لي الرقم الأريده فهذا هو تصميم الدائرة BCD to SX3 Converter هذا شكل الدائرة فهذا منه الأي اللي هو most significant bit مثل ما قلنا الأي والدابليو والدي والز اللي هو least significant digit فأجي أنا كل كولوم أخلي بكارنوف ماب كل كولوم أخلي بكارنوف ماب يعني هذا كولوم الW اللي هو بالشيط السابق اللي هو هذا W 0040111 أكسات البقية أجي أحطها بكارنوف ماب أحطها حسب التسلسل مالته حسب التسلسل بالكارنوف ماب اللي اتكلمنا عليها بالمخاضرة السابقة والأكس أيضا أجيب الأكس مين أجيبه من ثروت تيبل الأكس هذا مالتي وأحط أيضا مين بكارنوف ماب والو كذلك والز كذلك فأبدأ أحلها أحل الكارنوف ماب فعندي هنا لا أهم هنا نضفنا وانس يعني يعني هنا نضفنا وانس نضفنا إهدانة بالكارنة أوف ماب أيضا للأكس همنا خلينا دني وانس أخذنا هذا الون مع هذا الون مربع الأسود وهذا الونس مع هذا الونس سويناه وانس للأكس مربع أخضر وهذا أيضا بالمربع الأحمر وأيضا بالواي همنا أخذنا كارنة أوف ماب هذا اعتبرناه 0 وهذا اعتبرناه 0 لا تهم وهذا اعتبرناه الونس فأخذنا هذا الونس كله فلغالي لغالي منه لغالي العدي Porque We'll 말 وقبيس عندي C والD وهذا أيضا أخذنا المربع أربع وانس لغالي منه هم لغالي العديد والB وقال C D بار وكذلك بالنسبة للز فأخذنا بالأطراف كل الوانس فأدلغني كل ثمانية وانس إذن طلعنا الشون طلع البوليان الجبرة الملت للدبليو وطبع للإكس وللواي والز كل واحد عنده علاقة معينة أو دائرة معينة فأني إذا أريد أن أنفذ هذاني الأربعة أنفذها بهذا الشكل رح تطلع لي هي شي The six don't care mind term ten through fifteen are marked as X مثلا ما قلنا من العشرة إلى الخمسة عشر الأرقام لحن خليها X لأن هي dot care ما ندريش رح يطلع لأن البي سي دي هو للتسعة فقط لنين two level optimization and and or logic diagram for the circuit can be obtained directly from the boolean expression derived from the mark فأني إذا أريد أصممها فأني إذا أدخل A,B,C,D و بهذا التصميم يطلع لي W وأرجع من جديد A,C,D,B,R ماذا شنو وهذا عندي كم AND كل واحدة أستخدم لها A,B,C,D و A,B,C,D و A,B,C,D و A,B,C,D والأخير D,B,R فقط فإذا أريد أنا أصمم هذا البلوك رح أحتاج 26 including inverters Unput gate cost رح أحتاج 26 gates على مود يطلع لي W والX والY والZ من خلال A والB والC لأن أنا رح أكرر A,B,C,D 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 bar أو inverter وهكذا فيجب أن أختصرها لأن هاي لحصر 26 أنا كمهندس هاي هواية كثيرة يعني كثيرة عندي ال gates وأني أريد أسويها بداخل بلوك أو دا أريد أصممها دائرة فشون أنا أختصر أستخدم الاختصارات أختصر يعني أخذ وائرات فقط وائرات يعني من خلال عندي مشتركات شونو عندي مشتركات أخذ من نفس الواير We can reduce the input gate cost using multiple level optimization as a second optimization step In this step we consider the sharing sub expression between the four output expression Sharing expression يعني شنو sharing المشتركة بين آتهم مشتركة خلال المعادلات شنو C plus D المشترك بالمعادلات اللي طلعت لي اللي هي هذني W والX والY والZ شنو المشترك؟ C plus D فرمزنا له برمز جديد اللي هو اسمه T1 رمزنا له رمز جديد اسمه T1 فسوينا T1 نسوينا C plus D فالW A plus B C plus B D رح تتحول إلى A plus B T يعني CD هنا طلعنا الB عن مشترك ويبقى لي C plus D T1 وهكذا بالنسبة للX X equals B bar or dash C plus B dash D plus B C D dash رح تكون B T1 plus B T1 dash الY CD plus T dash والZ هو يبقى نفسه The manipulation allowed to reduce the gate يعني قللنا الGates كلها اللي هي Inverter وAnd وNor وOr من 26 إلى 19 يعني هذة بهذه الحركة قللنا من 26 Gates إلى 19 Gates هذا بالميнимم أقل شيء فبعدين التصميم رح يكون بهذا الشكل التصميم النهائي رح يكون بهذا الشكل شوفوا أننا أخذنا sharing component يعني أجيت أخذت wire من عدهن وأني عندي نفس الA والB والC والD أجي أخذ من عدهن wireات ما أكو داعي أنه أكررهم من جديد A وB والC وD وA وB وB وCD مثل الدائرة السابة نعم كسعية أكررهم نفسا فالمكررات أخذنا من عدهن فقط wires هسا عندي الأكزامبل الثاني design a BCD to 7 Segment Decoder شون نسوي 7 Segment يعني شنو هذا الثماني اللي هو موجود بالحاسبات الكالكوليتر العادية شون أطلع الأرقام بالكالكوليتر وهذا 7 Segment Specification BCD to 7 Segment Decoder is a combination circle that except a decimal digit يقبل decimal digit يعني أنا أجي أدوس بالكيبورد مثل الكالكوليتر أدوس 5, 6, 7, 8 decimal رح يحول ياها encoder رحول ياها الencoder يحولها إلى binary يعني هذا الد decimal رح يحولها إلى binary بعدين central processing unit يروح يحللها وبعدين التحليل رح يحولها إلى أرقام decimal ويجي على الشاشة يعرضها اللي هي شاشة الكالكوليتر يعني الحاسبات العادية رح يعرضها يجقد الرقم فهذا أنا بدأني أطلعه أحتاج إلى ثمانية إلى 7 Segment 7 سبعة يا رادلي 7 سبع لينات A, B, C, D, E, F, G Segment 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 فأني أحتاج إلى 7 Leads أو ضويات باعوا Leads Leads هذا الصغار Light Emitted Diodes Leads هو الديودات الصغار As shown in figure شوفوا هنا فأني أحتاج يعني شنو أنا أحاول BCD اللي هو 4 Digits إلى ثمانية إلى سبعة العفو إلى سبعة Digits زين A, B, C, D, E, F, G يعني أنا إذا أريد 0 لحيشتغلنا A, B, C, D, E, F إذا أريد 1 رحيشتغلني منه A, B, C إذا أريد 2 A, B, G, E, D وهكذا فأني إذا أريد 0 رحيشتغلن كلهن مع عدد G صحيح؟ إذا أريد 1 رحيشتغل منه B, C يعني أخلي ببدالهن 1 B, C والباقي سفارة إذا أريد 2 من رحيشتغلي A والB والC ما يشتغل G والE والD ما صحيح؟ وهكذا أكامل ثلاثة ثلاثة منه يشتغل لي أخلي ببدالهن A والB والG والC والD وهكذا أستمر بالجدول إذا أحدثونه رقم 9 مثلا قلنا مثلا قلنا B, C, D أرقام البقية لح تطلع لي إصفارة لأن ماكو هو أصلا للتسعة حتى الأرقام بالكيبورد هو من الصفر إلى التسعة إلى الـ 9 فأجي كل واحد أحلي إذا أحلي بCarnOfMap و Minimize We must draw the each output CarnOfMap يعني Minimize all maps هيتساووها كHomework كل واحدة جينا سوينا لها CarnOfMap وطلعناها Minimize طلعت لي بهذا الشكل طلعت لي كل واحد الأي يعني كل كولوم رح تخليت CarnOfMap وحللت وبسط طلع لي بالشكل التالي العفو هذا الشكل الأي طلعت لي هلغت هذا المقدار مات والB هذا المقدار والC والD والE والF والG كل واحدة طلعت لها logic expression معين فأني إذا هاي أصممها رح يطلع لي 27 AND GATE AND 7 OR GATE يعني رح يطلع لي 27 AND GATE و7 OR GATE أوكي بينما إذا أنا أقللها باستخدام الشيرينج اللي هو هذا هنان اعتمناها شيرينج هذا كله مشترك بيناتهم رح يتقلل لي إلى 14 AND GATE فقط باستخدام بايناري بايناري غري كود اللي أخذنا بالمحاضرة الثانية شون نحول البايناري إلى غري هس رح نسوي كشكل دائرة logic truth table to the gray code هذا عندي الزيرو إلى من الزيرو البايناري هسه بايناري وليس bcd البايناري 4 ديجت يعني من الصفر إلى 16 فإذا عندي إلى الـ 15 أعفو عندي صفر شون يحول إلى الغري بالتحويلات الأخر منها فأني حول الزيرو إلى غري هو 0 الـ 1 أحول إلى غري 1 الـ 2 أحول إلى غري حسب التحويل اللي أخذنا المحاضرة الثانية وهكذا أستمر إلى حد رقم 15 إذن عندي بايناري غري كود هذا أول ما نكتم إحنا نترو في table إذا أجي أنا أبسط فهم أن أخذ كولوم كولوم g3 g2 g1 g0 أخذ كولوم كولوم وأجي أبسط باستخدام الكارن في ماب كولوم كولوم الثاني أيضا هذا g1 أيضا هو xor هذا بعد ما نبسط أيضا هو xor وهذا g3 اللي هو بقالي b3 فقط إذن 3xor وهذا بوحدة فاللوجيك دايقرام منحول إلى binary إلى gray code أحتاج 3xor و 1 بوحدة ال b3 بوحدة طبعا نخذنا احنا بالمحاضرة الثانية xor هذا truth table مالته وهذا شكله وال xnor هذا truth table مالته وهذا شكله شكرا جزيلا